أصبح عرف متعارف عليه التشضي البيت السني منذ 2005 ولغاية يومنا هذا لم تجتمعوا الكتل السنية كانت هناك حقيقة تشضيات واضحة داخل البيت السني اتفقوا على أن لا يتفقوا يتفقوا من جهة حقيقة وبعد الخروج من هذا الاجتماع تكون هناك حقيقة يعني خلافات واضحة وصريحة سواء كان للعلن أو بالخفاء بالتالي نرى أن هذه الحالة ممكن غريبة أن يجتمعوا في ديالة وجمعوا تواقير يعني على الذهاب ممكن أن يكون منصب محافظ ديالة ضمن أحقية المكون السني ولكن هم مختلفين في كاركوك ومختلفين في صلاح الدين ومختلفين على رئاسة مجلس النواب هذا يعزز فرضية أن هناك فواعل سياسية داخل الإطار التنسيغي تستخدم سياسة فن الإلهاء من أجل إلهاء البيت السني في رئاسة مجلس النواب والابتعاد عن تطبيق ورقة الاتفاق السياسي ونجحوا نوعا ما في فرض هذه المعادلة أيضا يعني هناك فواعل سياسية تغذي على أن يكون هناك ضد نوعي أضداد نوعية سواء كان بالجانب الكردي ما بين نجد هناك خلاف ما بين الاتحاد وما بين البارتي أيضا هذا ينعكس على البيت السني هناك حقيقة خلافات ما بين تقدم وما بين الفواعل السياسية الأخرى بالتالي هناك من يغذي هذه الحالة من أجل الاستفادة من هذا الموضوع ولكن معادلة التيار الصدري ورجوع التيار الصدري سوف ينعش آمال حقيقة التحالف الثلاثي من جديد على اعتبار أن ورقة الاتفاق السياسي التي تم تشكيلها وإقرارها ضمن المنهاج الحكومي استناد المادة 76 رابعا لم يتم الالتزام بها بالتالي أن أي عودة للتيار الصدري سوف يجعل الكتل السياسية السنية والأغلبية السياسية السنية فضلا عن الديمقراطة الكردستاني سوف تذهب باتجاه التيار الصدري على اعتبار أن هناك مصداقية وحالة من الثقة لدى التيار الصدري على العكس من الفواعل السياسية الأخرى داخل اتلاف إدارة الدولة وأنا أقول أن اتلاف إدارة الدولة لغاية الآن لم يرتقي إلى اتلاف إدارة الدولة لا بالشكل ولا بالمضوع اشتركوا في القناة